صباح نور جديد مشاهدين صباح نور جديد صباح نور لألك راوية نحو 15% من سكان العالم مشاهدين أي حوالي المليار شخص لديهم شكل من أشكال الإعاقة ويواجه ما بين 110 ملايين و190 مليون فرد صعوبات كبيرة في متابعة حياتهم اليومية أو في مكان العمل فكيف تتأثر حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تخبرنا الدكتورة راشة الصادق الاختصاصية في صحة العامة صباح نور صباح نور أحبكم دكتورة الحمد لله خيرتك يعني أرقام عالية للأشخاص الذين يعانون من صعوبات أو احتياجات خاصة فينا سميون أصحاب الهمم أيضا ما الصعوبات التي قد يواجهونها وهل الأشخاص اللي هنا بإطار مرحلة الشيخوخة أيضا من ضمنهم أصحاب الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة بواجههم مشاكل كثيرة جدا في حياتهم منها نقدر نقول أو يتصدر العنف العنف الممارس ضدهم بواجه العنف بصورة أكبر من غيرهم بالذات ذوي الإعاقة الزهنية بيلاقي الأطفال ذوي الإعاقة بيتعرضوا للعنف أربعة ضعاف أو أربعة مرات أكتر من غيرهم من الأطفال بواجهوا صعوبات في التنقل بواجهوا صعوبات في التمييز ضدهم في العمل في التعليم في الصحة فرصهم في كل النواحي دي أجلة من غيرهم بكثير والحيات دي كلها بتحتمد على نوع الإعاقة ومدى شدتها بتحتمد على الفرد يعني فيه إعاقات بتكون يعني بنتولد بيها وفيه إعاقات بتكتسب خلال مراحل الحياة فدائما بيكون تقبل الإعاقة من البداية بيكون التقبل لها أكبر والتأقلم معها دائما بيكون أسرع من المكتسبة وكمان بيحتمد على الأسرة والمجتمع ودعمهم للفرد والبيئة المحيطة بيها بالنسبة للشخخوخة والأمراض المزمنة هي في حد ذاتها لا تحتبر إعاقة لكن في حالات مدعاء عندها مثلا زهايمر لكبار السن البتر عضو من الأوق بتر غدم مثلا لمرض السكري أو جلطات دماغية لمرضى الضفط المرتفع دي كلها ممكن تؤدي لإعاقات دكتورة راشا هذه الصعوبات التي تحدثت عنها فيما يتعلق بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة كان هناك حديث عنها في الأمم المتحدة بالعام 2015 وخاصة للشباب العربي الذين يعانون من الإعاقة ومدى الصعوبات التي يعانون منها وكان هناك في شكوى من الهدف الأول والهدف الثالث المتعلق بالفقر والهدف الثالث المتعلق بالرعاية الصحية أخبريني إلى أي مدى يمكن في دولنا العربية تخطي مثل هذه الصعوبات التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة كيف يمكن تخطيها وكيف يمكن لهم الاعتياد على حياة تكون راقية تقدم لهم أدنى مقومات الحياة الجيدة في نظرية بتقول أن الإعاقة مش في الجسد أو مش من الشخص أن الإعاقة من البيئة المحيطة يعني مثلا أنا كمغعد إذا لقيت سيارة قيادة يدوية كرسي متحرك كهربائي المؤسسات بالنسبة لي أكسيسابول بحث أنه أنا أقدر استخدم كرسي لي أبواب وازعة مصاعد دي كلها بساعد الشخص ثاني ما في شي بعيقه من أنه يكون عضو فاعل في مجتمعه يشتغل انتج يكون محتمد على نفسه وممكن كمان أنه يكون بيدعم آخرين فبتبقى أنه البيئة المحيطة بالذات في الدول النامية هي العقبة الأساسية أمام زوي الإعاقة بالنسبة لهم بدعيقهم من التعليم زي ما قلت وقلنا إحنا التعليم هو المفتاح الخروج من الفقر يعني المفتاح الأساسي للخروج من الفقر ويحتبر زوي الإعاقة من أكثر الفئات فقرا في مجتمعاتنا لأنه زي ما قلنا فرصهم في التعليم وفي العمل ضيقة جدا فكسف دائرة الفقر بيبدأ من التعليم وقلنا توفير فرص لهم للعمل ودمجهم في المجتمع كمان الصحة بيلاقي عندهم مشاكل كبيرة جدا من ناحية الصحة بتبدأ بأنه المرافق الصحية بالنسبة لهم ما متاحة بمفهوم يعني عوائق مادية أنه الواحد ما بيقدر يوصل المستشفى عشان يتلقى رعاية صحية حتى إذا وصل المستشفى ممكن تكون في سلال في يعني المبنى ذات وقير مهيئة لاستقبالهم بالإضافة للتأمين الصحي مثلا أنه قالبية زوي الإعاقة ما عندهم تأمينات صحية 16% فقط منهم عندهم تأمين صحي وحتى عندهم تأمين صحي ما بيستقلوا أو بيستخدموا المرافق الصحية لسوء ببسيط أنه ما بيقدروا يدفعوا الفريق أو الكلفة الإضافية للتأمين في شركات تأمين حتى المعينات اللي هما بتعتبر بالنسبة لهم أساسية بتكون غير مشمولة يعني مثلا تركيب طرف صناعي سماعات للسماع أو غيرها دي بالنسبة لهم هي أشياء أساسية عشان ما يتمكنوا من أنه يمارسوا حياتهم بصورة طبيعية غير ما يكونوا محتمدين على شخص آخر لكن بالنسبة لهم بتكون غير متاحة فالحاجة دي في الدولة العربية متجزرة فتقريبا 3% فقط من أصحاب الإعاقة هم اللي بيكونوا مندبين في المدارس أو مقبولين في المدارس البجر البرار بما أننا نتحدث عن أصحاب الهنان في علامنا العربي لا يمكننا أن ننكر بأن الحروب زادت من أعدادهم بشكل كبير نتيجة الإصابات والقسف وما إلى ذلك كيف يعيش هؤلاء وكيف على الوزارات والدول أن تتعامل مع أوضاعهم خاصة بأنه هناك أشخاص لا تستطيع الأفراد وأنه مساعدتهم حتى الجمعيات العالمية يعني مثل صليب الأحمر الدولي وغيره فعلا الحروب زادتهم بزيادة الإصابات وزادت حالات العجز بصورة كبيرة جدا جدا فبنلاقي أنه معظمهم حتى كان قبل عنده فرصة في أنه شغال حاليا ما بيقدر يمارس حياته بصورة طبيعية ما بيقدر يشتغل فبزيد نسبة الفغر بالنسبة لهم يعني أكثر من غيرهم بكثير فالمنظمات ممكن نقول هي الداعمة الأكبر لزوي الإعاقة إذا كانت عالمية أو منظمات محلية يعني مثلا الأمم المتحدة عملت قانون حقوق الأشخاص زوي الإعاقة وفي 177 دولة موقع عليهم لكن على أرض الواقع ما بنلاقي فيه طبيق للقانون ومساواة في الحقوق بالنسبة لهم المنظمات بتدعم بأنها بتوفر المعينات يعني زي الكلاس المتحركة أو غيرها بتوفرها الأطراف الصناعية وبتساعد في العمليات الجراحية المحتاجين أو غيره بتساعد في ضمانهم توفير ضمان اجتماعي أو نقدر نقول تضغط على الحكومات بحيث أنه توفر لهم تأمين اجتماعي ضمانات بتوفر زيادة الوعي يعني معظم الناس عندهم عدم معرفة بزوي الإعاقة حقوقهم بيفترضوا أنهم هم ناس عجزين ما بيقدروا يوفروا حاجة نعم حتى زيادة الوعي يعني أنا بعتقد أنه كمان ما بتقتصر فقط على الناس وإنما حتى على الحكومات اللي أساسا ضمن دستيرها وقوانينها إذا بنشوف فرضا من الدول العربية بنلاقي أنه الدستور والقانون مدرج في قوانين خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة ولكن لا تفعل هذه القوانين كيف يمكن تخطي مثل هذه العقبات بالنسبة لذوي الإحتياجات الخاصة زي ما قلت القوانين يعني المفروض يكون عندنا تشريعات بتدعم حقوقهم وحقهم في المواطنة المستاوية مع غيرهم تسهيل العقبات بالنسبة لهم يعني لتسهيل دمجهم في المجتمع يعني هم عندهم مشكلة بيحتاجوا لمعينات معينة بيساعدهم بعدك في أن يعيشوا حياتهم بصورة مستقلة فدي أهم خطوة إنه توفير المعينات اللازمة ليهم المؤسسات الحكومية عموما مفروض تكون مهيئة بحيث إنها تكون أكسيسابول لكل الناس يعني ما ممكن متاحة لكل الناس فهم حتى في تصميم المباني مفروض يكون تصميم المباني مبني على أساس إنه أي شخص من حقه وفي استطاعته إنه استطاعته مرتبط بأمكنة العمل خلينا نتحدث عن باختصار لو سمحتي عن الشق السياسي والعمل بالموضوع يعني هناك دول تعطي لذوي الإعاقة أو ذوي الإحتياجات الخاصة حقوقهم يعني أقرت نظام الكوتا يعني مجبور أي مؤسسة أن يكون لديها نسبة معينة من العاملين من ذوي الإحتياجات الخاصة وأيضا المشاركة السياسية يعني نلحظ بدولنا العربية أغلب البرامج الانتخابية لا تراعي أو لا تشرك ذوي الإحتياجات الخاصة ببرامجها أو ببرامج تستهدفوا لتساعدوا حتى بالمقابل منلاحظ أنه لما بدهم يعتمدوا على أصوات انتخابية بيرجوا إلى استدعاء هؤلاء وإجبارهم أحيانا على المشاركة بالانتخابات لأخذ صوتهم ولكن بالمقابل ليس هناك من برامج ترعاهم يعني هي مسؤولية الحكومة أنها توفر لهم برامج رعاية يعني هي ما منا هم كمواطنين من حقهم أنه تتوفر لهم هذه الخدمات فما في مبرر لأنه يكون فيه مساوة مثلا بالأصوات وده بيحصل حتى مع غير زوي الإعاقة لكن النقطة المهمة أنه هو مواطن من حقه يتمتع بحقوق المواطنة كاملة من دون نقصان من دون عدم مساواة في أي نقطة من غانون من نقاط المواطنة الحقة وقانون البلد مفروض إدعم الحاجة دي وتكون غوانين مجعلة الورق تكون غوانين مفعلة على أرض الواقع عشان هم يقدروا يستفيدون منه ويمارس حياتهم زي عمضة يعني الاختصاصية في الصحة العامة دكتورة رشا صادق بدأ شكرا كثير على هذه الفقرة المميزة شكرا